أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم في البداية نرجو أن تكونوا بخير وأرافقكم اليوم مع زميلي الأستاذ لسعد النجار في شرح محور الفنوني وهو المحور الرابع من محاور اهتماماتكم في درس العربية هو درس في الدعم المعرفي نتناوله من خلال شرح بعض النصوص ونبدأ بنصنا الأول وهو نص موصوم بيوريك ما لا ترى للكاتب والأستاذ توفيق بكار نبدأ أولاً بقراءة النص نستمع يوريك ما لا ترى هذا البحر الممتد في صفاء وزرقة وهذه الكثبان الصفر من الرمل وهذه الجبال الجرداء الشهباء وهذه البسط من خضر المروجي وصهد السباس بأرضك وهذه الدور من حجر عار والقصور من صفائح الصخر والغرف المنحوتة في جوف الأرض وهذه الأقبية والأقواس والقباب عمرانك وهذه الوجوه بين بيض وسود قد دبغت جلودها الشموس ونقش تجاعدها أزميل الزمان شعبك وهذه الأزياء بأصباغها الناصعة وهذه الأشياء من طين وماء ومعدن ونار وسعف وصوف صناعتك إنها البلاد تعرضها عليك هذه التصاوير بطبيعتها الطرية الجافة واللينة القاسية وبناسها طفل ينطلق في الحياة أو شيخ يقف في قمتها وكهل يجد أو عذراء تحلم ترهم يكدون برا وبحرا في الحقل والدكان والزورقي يزرعون الحياة ويوارون الأموات هذا يغوص في الماء أو في الرمل وذاك بين السنابل أو القبور وواحد يترشف شاياه قطرات من الهناء أو يبدع في الفل مشموما وآخر يروي لصاحبه تحت جدار المسجد أساطير الأولين أو يتطلع راقدا في الخلاء إلى غيب الحجوب تنظر إلى العالم في الصور وإلى الملامح متأملا فإذا أنت كأنك لم ترها من قبل هو الفن يعيدها إليك جديدة عجيبة وقد نفض عن حدقتك غبار الألف فأبصرت وليس الفن في آلة التصويرين بل في عين المصورين وعين جاك بيريز حية وحساسة ذكية خبيرة بهذه الأرض وأهلها لطول العشرة وعمق الحب كم جال فيها بينهم فجاب الساحل والصحراء والوهاد والأنجاد وزار البيوت والمساجد والأسواق والعين مفتوحة والإصبع على الزر يرقب طويلا ويعرف أن ينتظر عسى أن تجلو له الطبيعة سحرها وتبوح النفوس بسرها المكنون فيحوم حول الموضوع صابرا حتى يوافق منه مأخذا فيقتنصه في لمح البصر وصوره لجمال إخراجها كأنها لوحات رسام على أن للرسام مطلق الحرية في أن يتدبر أمره فيخط ويفسخ ويعيد الرسم وليس لمصورنا إلا حضور البديهة في اللحظة المناسبة فهو لا يركب المنظر ولا يرتب العناصر كل المهارة في تقدير المسافة وضبط الزاوية وتحديد خط الرؤية وإذا صوره آيات من الفن يستلها من واقع الأشياء والأحياء فأين رأيت البحر قائما كجدار شفاف من الماء الأزرق والصيادون مرشوقون فيه كالأوتادي ومتى رأيت الناسجة عبر النول والأخشاب تؤثرها كأنها في الصورة لوحة من لوحات فريمر وذلك الطفل يطل من الكوة على قاعة الصلاة أليس كأنه في الصورة صورة في طوقها معلقة على جدار المسجد؟ بل انظر إلى فتنة الأضواء والظلال في صور صانع الأطباق وناقش الآنية وعاصر الزيت فكأنها من رسوم رامبرنت بهرة من النور حول الآلة واليدين تتقد في عتمة المكان وتوجان بحجارة بيوتها البيضاء وسواد خمور كسائها أهي قرية تونسية أم مشهد من مأساة إغريقية؟ والجالسان على المقعد عند جدار جامع عقبة كأنهم من الأقدمين على ركح أزلي كالمرآة هذه الصور تعكس إليك ذاتك قديمة جديدة وأليفة عجيبة هي لحظات اختلست من ظهرك وقد كانت عابرة فصارت كالأبل هذا هو نصنا قرأناه استمعتم ننطلق في عملية الشرح ولشير إلى أننا أيها التلاميذ سنهتم بالنقاط التالية أن تتبين دور الفن في تهذيب الفرد والسمو بروحه وأن تدرك معنا منزلة الفنان في المجتمع والنقطة الثالثة أن تتعرف إلى دور هذه الفنون في التقريب بين الشعوب وتلاقح الثقافات في تقديمنا لنصنا وهي المراحل التي تعودتم ودأبتم عليها مع أساتذتكم هذا النص وصفي حجاجي يندرج ضمن المحور الرابعي وهو محور الفنوني وهو في الأصل وثيقة كتبها الأستاذ توفيق بكار احتفاء بالمصور الفوتوغرافي ذي الأصول التونسية جاك بيريز هذا هو تقديمنا بإيجاز بالنسبة إلى الموضوع قبل ذلك الأستاذ توفيق بكار نعرف به هو أستاذنا بالجامعة وقد اختص بالنقد الأدبي وأبده اهتماما كبيرا بالتراثي وقرأ هذا التراث وكتب فيه كثيرا نشير إلى أن أستاذنا توفي في الرابع والعشرين من شهر أبريل سنة سبعة عشر وألفين وهذه صورة لأستاذنا حتى تتعرف إليه موضوع نصنا يريك ما لا ترى فيه وصف وفيه أيضا إبراز لقيمة الفنون اليوم فصغنا الموضوع كالتالي يصف الكاتب جمال صور فوتوغرافية لجاك بيريز مبينا قدرتها على التأثير في الفرد والتعريف بالثقافة هذا هو موضوعنا أما بالنسبة إلى أقسام النص ذكرنا أن النص وصفي وفيه موقف خلافي حجاجي لكم أيها التلاميذ أن تتخيروا ما شئتم من المعايير غير أننا اخترنا اليوم أن نقسم نصنا وقد اعتمدنا في ذلك نمط الكتابة ففي الوحدة الأولى التي تبدأ من بداية النص وتقف عند قوله فأبصرت هي قسم وصفي في هذا القسم الوصفي يعدد الكاتب الصور التي أخرجها المصور الفوتوغرافي بطريقة فيها جمال أخاذ وأما بالنسبة إلى الوحدة الثانية وهي الوحدة التي سيبدي فيها الأستاذ بكار موقفه فهي القسم الحجاجي يبين فيه الكاتب منزلة الفنان منوها بوظيفة الفن التوثيقية والجمالية هذا هو التقديم والموضوع وتقسيم النص سننتقل إثر ذلك إلى بيان أهم محاور الاهتمام الرئيسية والأصل في الأشياء أن نهتم بالنص مبنا ومعنا وقد اخترنا في هذه الحصة أبناءنا التلاميذ أن نشير إشارات برقية إلى ما هو فني أسلوبي كي نوجه اهتمامنا إلى ما هو مضموني يتعلق بمحتويات النص على ذلك يكون مساعدا لكم في الآتي من الأيام على تكوين صورة واضحة حول محور الفنون وبالتالي أن تكونوا جاهزين كل الجاهزية في أن تستقبل أي موضوع يتعلق بهذا المحور نلاحظ إذن أن الكاتب أقام نصه على جملة من الأسليب الفنية المتلائمة مع نمطي الوصف والحجاج ومن أهمها وأكثرها تواترا أولا هناك استعمال متواتر للجمل الإسمية المصدرة بأسماء الإشارة والدالة على القرب والمتضمنة أيضا عددا هاما من المركبات النعتية ومن أمثلة ذلك في النص قول الكاتبي هذا البحر الممتد وهذه الجبال الجرداء الشهباء وهذه البسط من خضر المروج أرضك ولنا هنا زميل ذطفي قول في هذا الاستعمال من الكاتبين لاحظوا أن الكاتب يستعمل في الجزء الوصفي من هذا النص الجمل الإسمية والجمل الإسمية مبتدأ وخبر لاحظوا أن المبتدأ يتكثف هذا البحر الممتد في صفاء وزرقة إلى أن يقول في نهاية الجملة أرضك ثم يكرر ذلك وهذه الدور من حجر عار والقصور من صفاء ينتهي في الخبر إلى قوله عمرانك ثم يقول وهذه الوجوه إلى أن يقول شعبك وهذه الأزياء بأصباغها صناعتك ألا تلاحظون معي أن الكاتب في هذه الجمل الإسمية قد تكثفت فيه عناصر المبتدأ بينما اختزل الخبر في مفردة واحدة لعل الرجل يضاهي أو يحاكي المصورة فقد كان المبتدأ كثيفا وهي تلك اللحظات التي يقتنص فيها المصور الفوتوغرافي المشهد لكي يصوره أو يرسمه وفي اللحظة الحاسمة يلتقط صورته لعله جمال على جمال آخر جمال رسم الرسام وجمال لغة أستاذنا توفيق بكار نعم ثم ننتقل إلى الملاحظة الأسلوبية الثانية وفيها نلاحظ أن معجم الأفعال الدالة على الحركة يتكرر في هذا النص ولسيما في بدايته ومن أمثلة ذلك قوله طفل ينطلق في الحياة وكهل يجد تراهم يكدون ثم يزرعون ثم يوارون الأموات ولعلنا نتساءل هاهنا كيف يمكن للوحة فنية أو لصورة ضوئية ثابتة جامدة أن تعج بكل هذه الحركة هذا ما سنتبينه في الآتي من شرحنا للنص ثم الملاحظة الثالثة أننا نلاحظ أو أننا نجد استعمالا مكثفا لمجموعة من الجمل الاستفهمية التي تتضمن تشابيها ومن أمثلة ذلك قول الأستاذ بكار فأين رأيت البحر قائما كجدار شفاف من الماء الأزرق ومتى رأيت الناسجة عبر النول والأخشاب تؤثرها كأنها في الصورة لوحة من لوحات فريمر والملاحظة هنا أن الاستفهم في هذه السياقات يخرج عن معناه الأصلي ونحن نعرف أن المعنى الأصلي للاستفهم هو الإخبار هنا نجد الاستفهم دالا على ما يشبه الإعجازة فكأن الكاتب يتحدث عن أمر من المستحيل أن يقع فمن المستحيل أن ترى البحر قائما كجدار شفاف لكن بإبداع جاك بيريز في تصويره الفوتوغرافي يصبح هذا المستحيل ممكنا للنص أبناءنا بناء ومعنى والمعنى نجده من خلال هذا المضمون فالحديث في هذا النص عن جملة من القضايا الهامة المتصلة بفن التصوير الضوئي وفن التصوير الضوئي هو أقرب أو قريب من الفنون التشكيلية وبالفنون الجميلة عموما ومن القضايا التي نجدها مبثوثة في هذا النص لاحظوا أهمية الفن في حياة الإنسان باعتباره وسيلة راقية تساهم بشكل ناجع في رفع الحواجز بين المرء وهويته وفي تمتين الصلة بينه وبين وطنه وحضارته ننتهي إلى هذا الاستنتاج وهو أن الفن يجذر الإنسان في واقعه هنا لعلنا نتساءل هل أن الفنان وحده هو القادر على الإتيان بهذه الوظيفة التسجيلية التوثيقية والمؤكد أن المؤرخ أيضا بإمكانه أن يقوم بهذه الوظيفة مع فرق أساسي بين المؤرخ والمصور الفوتوغرافي وهي أن المؤرخ يروم من خلال عمله أن يخبر فوظيفته الأساسية هي الإخبار بحثا بشكل من الأشكال عن الحقيقة أما المصور الفوتوغرافي فإنه يترك في صوره لمسة فنية لعلها تكون سببا في خلود حدث من الأحداث وفي التركيز على هذا الحدث دون غيره إذن ونمر إلى النقطة الثانية وهي أن الصور الضوئية في النص نوافذ يرى من خلالها المتقبل جمال الوطن بتضارسه وطبيعته ومعماره وشعبه نجمل هذا الكلام في ما يلي إن الفناء يغرس في الفرد الشعور بالوطنية وهنا سؤال آخر قد يترأ أو قد يتبادر إلى أذهان أبنائنا التلاميذين هل نجد أمثلة أخرى يتجلى فيها دور الفنان في تعزيز هذا الشعور بالوطنية والانتمائية؟ الوطن تلاميذتنا لكل له فيه الحق وغرس الشعور بالوطني مهمة الفنان ومهمة الطبيب ومهمة الأستاذ ومهمة كل فرد يعيش بيننا ولنا في ذلك أمثلة فعندما نتذكر أغنية الفنان عليا بني وطني التي ننشدها في كل مناسبة من مناسبات الوطنية في بلادنا تقول بني وطني ليوث الصدام إلى آخر القصيدة ثم نجد كذلك في الصينما والصينما فيها ما يدل على أنها تغرس فينا حب الوطني ففيلم الأرض للسينما يوسف شهين يغرس فينا حب الوطني ويعزز انتماءنا لهذا الوطني هذا مثال للوحة تشكيلية للرسام التونسي زبير التركي نتبين من خلالها هذا التجذر في حب الوطني وما يمكن أن يكون للفن التشكيلي عموما من دور في هذا السياق من هذا المنطلق يمكن إذن أن نستشعر التكامل بين نصنا والنص السابق له في الكتاب المدرسي وهو نص بعنوان فن أصيل وندعو بالمناسبة أبناءنا إلى أن يتصفحوا الكتابة وإلى أن يقرأوا ما أمكن من نصوص هذا المحوري تعزيزاً لمكاسبهم فيه إذن هناك تكامل بين نصنا والنص السابق إذ ما يجمع بين التصوير الضوئي والخط العربي الأصيل هو هذا الدور التأصيلي الذي يسمو بروح الفرد عبر تجذيره في تربة وطنه يكتسب الفن التشكيلي عموماً والصور الضوئية قدرات تعبيرية هائلة فبالرغم من كون مخرجات هذا الفن من لوحات وجدارية وصور تتصف بالثبات إلا أنها في عمقها تعج بالحركة وتزخر بالديناميكية أليس الفن حركة؟ أليس الفن ديناميكية؟ أليست الحركة حياة؟ كذا الفن يبعث فينا الحياة فالصورة لاحظوا الضوئية على جمودها مفعمة بالحياة في ثرائها وزخمها وجماليتها وهو ما يميز الفنون التشكيلية هنا نتساءل زميلي لطفي هل أن الفنون التشكيلية ومن بينها فن التصوير الضوئي قد استفادت اليوم من هذا التطور التكنولوجي الهائل؟ دون شك السورة التقليدية التي اعتدناها بتلك العدسة القديمة أصبحت اليوم بآلة عصرية وبآلة ذكية فاستفادت من غير شك الآلة القديمة من التكنولوجيا والحديثة وبرمجيات جديدة تساعد في إخراج صورة جميلة أحيانا نجدها أجمل من تلك الصورية القديمة ولعلنا نستحذر في هذا السياق تقنية التصوير ثلاثية الأبعاد واللوحات ثلاثية الأبعاد التي باتت اليوم تسجل حضورا مكثفا في مختلف الوسائل التكنولوجية المعاصرة وإليكم أبناءنا مثالا للوحة ثلاثية الأبعاد نتبين فيها شجرة وجذورا ولعل مسألة التجذر التي يطرحها الكاتب تفق بكار هي التي دعتنا إلى أن نختار هذه اللوحة دون غيرها من النقاط التي انتبهنا إليها أبناءنا هي أن هذا الفن ليس مجرد محاكاة للواقع أو للطبيعة إنما هو إعادة تشكيل لهذه الرؤية وهذه الجمالية ولنا في هذا المثال ما يمكن أن نعتبره حجة أو مثالا على تطور آلة التصوير فهذه آلة رعلا جاك بيراز هو الذي اعتمد مثلها أما هذه فحديثة طورت دون شك تقنية التصوير فأخرجت الصورة في أبهى جمالا وفي أبهى صورة وهل كانت صورتنا ونحن نقدم هذا الدرس ستصل إلى المشاهد كما ستصل لو لا هذه الآلات التي نراها أمامنا وهي آلات عصرية تحاول قدر الإمكان أن ترتقي بفن التصوير الفوتوغرافي إلى أعلى المراتبين نعم نلاحظ أن الفنانة التشكيلية إذن ينطلق من الواقع ليبني له رؤية ويتخذ موقفا ولعلنا نشير هنا إلى لوحة الجرينكا للرسام بيكاسو وهذا أيضا يجعلنا نطرح سؤالا جديدا كيف يمكن واللوحة تتحدث عن الحرب أن يحول الفن ما هو قبيح إلى ما هو جميل وفاتن الأمثلة عن تحويل القبيح جميلا كثيرة في التعبيرات الفنية في التشكيلية أو في الغناء أو في الرسم أو في غير ذلك فعندما تتمعن أيها التلميذ في هذه اللوحة لاحظ أنها مبعثرة وقد ألفها أصاحبها للتعبير عن هول الحرب عن ما عما تخلفه الحرب من دمار فالحرب وحش والحرب قبح إنما الصورة جميلة هي إذن عين الفنان أن تجعل من القبيح جميلا ولك كذلك في تلك الصورة التي شاهدها العالم عندما ضرب ذلك الصبي في غزة عندما كان مع أبيه فقد طالته رصاصة اهتزلها العالم تفاعل مع العالم تعاطف العالم مع هذا الصبي وكانت صورة قبيحة لكن صاحبة صورتي أخرجها إخراجا جميلا جعل العالم يحول وجهة القبيح إلى جميلا نتحدث هنا تبعا عن الطفل الفلسطيني محمد الدرة نعم رحمه الله ولا يمكن أن تصل القدرات التعبيرية الهائلة التي تختزنها الفنون التشكيلية إلى مداها إلا إذا توفر متقبل ذواق قادر على الغوص في أعماق اللوحة أو الصورة وغير خاف على المتمعين في النص أن توفيق بكار ذاته يعد خير مثال لهذا الضرب من المتقبلين وفي هذا السياق نستحذر قول الشاعر اللبناني إيليا أبي ماضي في افتتاحيته لأحد دواوينه الشعرية إن بعض القول فن فاجعل الإصغاء فنا كما تقوم الفنون التشكيلية عموما وفن التصوير الضوئي على وجه التخصيص على الدقة والصبر ليخرج الفنان عمله في صورة ترتقي بالذوق وتسمو بالروح فالفنون التشكيلية إذن ونعتبر هذا فائدة من الفوائد الهامة في النص ترتقي بذوق الفرد وتحاول أن تسموه بروحه فما يمكن أن نتبينه بشكل واضح من خلال هذا النص أنه ليس من السهل على الإطلاق أن يكون المرء مصورا ناجحا لأن هذا النجاح يحتاج حتما إلى الدربة وإلى كثير من المكابدة وفي هذا الإطار تحديدا يمكن أن نفهم قول الكاتبي وهو يشبه ضمنيا المصور الفوتوغرافية جاك بيراز بالصياد المتمرسي فيحوم حول الموضوع صابرا حتى يوافق منه مأخذا فيقتنصه في لمح البصري قرأناها فيقتنصه واعتبرنا الفاء فاء استئناف هو في النص كتبت فيقتنصه لعلها للأجليتي وهنا سنحاول زميلي أن نفسر معا كلمة يقتنصه وهي من الكلمات المفاتيح في هذا النص وقد جاء في المعجم الوسيتي اقتنص على وزن افتعال الجذر يتكون من القاف والنون والصاد واقتنص الصيد أي صاده وقنصه ولم يكن المصور يلتقط صوره عبثا وهذا هو المفهوم من هذه العبرة بل كان يستصفي الصور الجميلة منها كي يجعل تلك الصور مثالا للجمال الأخاذي الذي يستبد بروحه المتقبلين إن نصنا يتقاطع مع نصوص أخرى وهذا دون شك يتقاطع مع نصوص المحورية التي تلح على ما تقتضيه الممارسة الفنية من مجاهدة وصبر وعطاء لا محدود من قبل الفناني ومن بين هذه النصوص نجد البلي وفن أصيل نتبين من خلالها أن الفن الحقيقي بعيد كل البعد عن أن يكون ممارسة عبثية فوضوية فلابد أن تكون للفناني رؤية واضحة ولا تكون له رؤية فوضوية والاستنتاج هو ليست الفنون مضيعة للوقت ولا هدرا للجهد أو الطاقة فهل يعني هذا أن الكاتب وهو يخط نصه الوصفية الحجاجية يستبتن بشكل ما أطروحة مدحوظة فعندما نقول أن الفن بعيد عن أن يكون مضيعة للوقت وهدرا للجهد والطاقة فهذا يعني بأن توفيق بكار يستحذر في ذهنه من يتبنى هذا الموقف فالنص إذن يقدم لنا أطروحة يحاول الكاتب أن يدعمها لكنه في الوقت نفسه يستبتن أطروحة مدحوظة يدعون الكاتب إلى أن نعيد النظر فيها من أجل بيان خطائها حتى نتبين جهد الفنان في إخراج فن جميل يمكن أن نأخذ أمثلة عن ذلك فقارئة الفنجان هذه الأغنية الشهيرة هي في الأصل قصيدة لنزار قباني ظل المؤدي ظل الفنان في مكابدة مع الملحن وأخرجها بعد مدة طويلة تلك أو ذلك هو العمل الفني في صميمه استغرقت هذه الأغنية من أجل إخراجها للمشاهدي قرابة السنوات السبعة نعم نستحضر أيضا لوحة الجوكاندا التي قضى فيها ليونار دي بنشي من أجل أن يخرجها لوحة فنية متميزة لوحة يأتي إليها السواح من كل أنحاء العالم اليوم لرصدها في متحف اللوفر ببريز هذه اللوحة قضى ليونار دي بنشي من أجل إنجازها ما يفوق العشر سنوات إن هذا النص يدعون إلى الإقرار بين أو بالتكامل بين الفنون المختلفة فتوفيق بكار في نصه هذا ليس مجرد واصف وليس مجرد ناقل لمجموعة من الصوري الضوئية بل هو أديب مبدع يخط بريشته أجمل الصور الأدبية وأعمقها وما تواتر التشابيه عفوا والتعبيرات المجازية في هذا النص إلا دليل على ذلك لذلك نقول لكل فن ما يميزه لكنها تتكامل فيما بينها وتتعاضد وهنا زميلي الأستاذ لاسعد النص كتبه أستاذنا توفيق بكار وما نعرفه عن أستاذنا أنه يطوع اللغة كما يشاء وكما يريد إنما ينطبق عليه ما جاء في المقامة يدعو اللغة فتجيبه ويأمرها فتطيعه وأستاذنا له في هذا المجال باع كثير وهو أستحذر ما ذكره في حديثه عن أبي هريرة قال إن أبا هريرة يرغمك مهما كان اعتقادك على معاودة فهمك لمعناك ولعلائقك بالكوني وأستاذنا من خلال ما كتبا جعل جاك بيريز يدعونا إلى معاودة فهمنا للفني ومعاودة فهمنا لأصل الأشياء الجميلة رحم الله أبا هريرة ورحم الله توفيق بكار فقد كان أعظم من جاك بيريز في هذا النص لأنه عفواً كلام على كلام توفيق بكار هنا هو أديب مبدع متميز يتحدث عن مصور مبدع متميز لهذا أداته الفنيات ولذاك أداته توفيق بكار يستعمل اللغة بما فيها من ثراء وبما فيها من جمالية فكأنه ينقش الكلمات نقشاً وكأنه ينحط لنا في هذا النص تمثالاً من اللغة وتمثالاً من الأسليب الفنية علنا لنظفر بمثله كثيراً الأدب هنا يتعانق مع فن آخر هو التصوير الفوتوغرافي وهذا ما يجعلنا نتحدث عن هذا التكامل بين الفنون فالفن عالم تتجانس فيه وتتلاقى فيه فروع مختلفة ومتنوعة لكنها في النهاية تلتقي نذكر هنا أن هناك فرعاً من المسرح يسمى المسرح الغنائي فجمع بين المسرح والغناء وهناك فرع من السينما أيضاً يسمى السينما الغنائية ونشير أيضاً إلى أن ما كتب أدباً سرعان ما تحول في حالات كثيرة إلى أشريطة سينمائية أو إلى مسرحية ناجحة نشير إلى مسرحية البخيل لموليار نشير إلى ثلاثية نجيب محفوظ التي عرفها عامة الناس لا بقراءتها بل بمشاهدتها عبر أشريطة سينمائية عميقة تشد إليها المشاهدة نحن إذن هنا أمام أديب متميز يغوص بأدواته اللغوية البليغة في أعماق تجربة متفردة لمصور فوتوغرافي مبدع وهذا التعانق بين الأدب والتصوير يقف برهاناً قاتعاً على ما يربط بين مختلف الفنون الجميلة من أواصر السلة الوثيقة ونحن نجد في الصفحة الخامسة والأربعين بعد المائتين من كتاب النصوص قولاً لأحمد الجندي يؤكد متانة هذه الصلة يقول تنبع الفنون جميعاً من نفس المصدر من هذه الجوهرة المكنونة داخل نفوس المبدعين أستاذ لسعد قد يعل للتلميذي أن يسأل سؤالاً رأينا التكابل بين الفنون لكننا نجد من يرى أن الفنون أحياناً تتنافر بل بينها مفاضلة أستحضر هنا قول توفيق الحكيمة كانت المعاني أوسع نطاقاً وأعمق عالماً من الصورة المرئية على كل حال هي فرصة لتبادل الآراء ووجهات النظر نترك ذلك سنرى في باقي النصوص رأينا منذ حين أن الكاتب يلح في نصه على دور الفن في تمتين العلاقة بين المرء وهويته فهل يعني تجذير الفنون الجميلة للإنسان في طربة وطنه أنها لا تتيح له المجال للتفاعل مع الآخر المختلف عنه ثقافياً تجيبنا تفاصيل النص بأن لا تعارض مطلقاً بين دور الفن في تحقيق التجذر الحضاري المحلي وبين دوره في الآن ذاته في تحقيق التقارب بين الشعوب والتلاقح بين الثقافات حتى تتشكل ثقافة كونية إنسانية فالمصور المحتفى به عشق الترابة التونسية فأبدع أروع الصور الشمسية مما يعني أن الإبداع الفنية يمتلك أجنحة تتيح له التحليق في سماء الإنسانية الرحبة متجاوزاً مختلف الحواجز التي تعترضه وتلاحظون هنا أبناء التلاميذ أن عبارات كثيرة قد استعملناها وتفيد المعنى نفسهم استعملنا عبارة الصورة الضوئية واستعملنا عبارة الصورة الفوتوغرافية واستعملنا عبارة الصورة الشمسية وهي عبارة تفيد المعنى ذاته فالمقصود بذلك هي تقنية الصور التي تعتمد على كتلة الضوء المرتبطة بما يقع تصويره مع الإشارة وربما الإشارة هنا تهمنا إلى أن كلمة فوتوغراف تفيد في أصل وضعها اللغوي الرسم بالصور فالمصور يرسم لكنه يعتمد في رسمه لا على الريشة التقليدية بل على آلة التصوير والفنون الجميلة إذن فسي فساء الحياة التي ينصهر فيها الجميع تلغى الفوارق تبنى الجسور جسور التواصل والتآلف مما يعني أن الفنون مثل ما تعزز الشعور بالوطنية لدى الفرد إنما هي تتيح له باب الاطلاع على فنون الآخرين والتفاعل معها يمكن أن نذكر هنا شاهدا قوليا للكاتب من خارج النص للكاتب نفسه لتوفيق بكار يقول توفيق بكار أن نتجذر في العصر ذلك ما يأمرنا به واقعون العصير وإننا ما لم نستجب لهذا الأمر فنتشبع بروح الحاضر لمشلولون حضاريا إليكم الآن وقد أشرفنا تقريبا على النصي هذه الورقة التأليفية نجمل فيها مجموعة من الأفكار ومن الحججي عساها تجدوا لها في أنفسكم صدا تساعدكم في المكتوب الفن يجذر الإنسان في واقعه فيعرفه بتاريخه ووقائعه وحالاته وتغيراته ويمتن صلته به وتعتبر الصور التي التقتها جاك بيريزا مثالا لهذا الدور يغرس الفن في الفرد الشعور بالوطنية ويعززه ما يجعل الإنسان يفتخر بأرضه الفن عموما يعبر عن سواكن النفس فتجد هذه النفس صداها في قطعة موسيقية يرددها أو ترددها أو في مسرحية يشاهدها الإنسان أو في لوحة تشكيلية يتأملها وللفنان دور في التعبير عن الواقع وصفا ونقدا كما أن هذه الفنون ترتقي عموما بذوق الفرد وتسمو بروحه وتسقل موهبته ويساهم الفنان في رقي المجتمع ولا يقل دوره قيمة عن دور بقية المثقفين مهما كان اختصاصهم ليست الفنون مضيعة للوقت وليست كذلك هدرا للجهد ولا للطاقة إنما هي في جوهرها ممارسة تريح النفس رغم ما تتطلبه من جهد وخبرة جمالية نقطة أخرى الفنون الجميلة متنوعة ولكل تعبير فني ما يميزه غير أنها وأن اختلفت فإنها تتكامل تتعاضد لماذا؟ لإنتاج مخزون فني رائع وتتيح لك أيها التلميذ الفنون كما تتيح للآخرين ولنا جميعا مجال الاطلاع على إبداع الآخرين فيتفاعل معها ويؤثر فيها ويتأثر بها ننتهي ختاما إلى ما يكتنزه عنوان النص من دلالات عميقة يمكن أن نتبينها من خلال مراحل الشرح السابقة فالفنان في النهاية هو القادر دون غيره وربما أكثر من غيره على أن يرينا ما لا نرى أي أنه يكتسب بحسه الجمالي قدرة استثنائية على التقاط الجميل حسا أو قيمة فيجعله جليا بينا ظاهرا للعيان بعد أن كان خفيا ظامرا لا يكاد أحد ينتبه إلى وجوده هذه صورة ضوئية أخترت سنة تسعة عشر وألفين من أجمل الصور لاحظوا هذا الفتى يمسك بالآلة يعزف وسميت بأغاني الحرية والفن سبيلنا إلى الحرية الآن وقد انتهى عملنا وانتهى شرحنا لنصنا نرجو أن يكون هذا النص قد ترك فيكم أثرا نلتقي في نصوص أخرى نلتقي في مشاريع أخرى نرجو لكم مرة أخرى الصحة والعافية وأراكم أو نراكم في حساس أخرى إلى اللقاء